بالصدفة البحثة النهاردة القضاء كان بينظر قضية علاء وجمال هل ممكن يترشحوا ولا؟ هذا الخبر هو خذ الخبر اليوم الأحد 6 أغسطس 23 نظر دعوة تطالب بمنع جمال وعلاء مبارك من الترشح لأي منصب علاء وجمال ولاد حسن مبارك مين يا ولا حسن مبارك؟ حسن مبارك ده كان قائد السلاح الجوي في حرب أكتوبر وبعدين اترأه وبقى نائب رئيس يعني حسن مبارك من بعد 67 بشوية كده قائد مدير الكليات الجوية مدير الكليات الجوية ثم قائد سلاح الجو سنوات بقى ثم نائب رئيس خمس سنين ثم رئيس تلاتين سنة يعني حسن مبارك اكتر من حوالي 45 سنة مسك مناصب عالية قوية اوكي ولاده الاثنين النهاردة كان بينظر في طلب هل ينفع يترشحه في اي انتخابات ولا؟ الله وما ينفعش ليه؟ ما ينفعش لان فيه قضية عليهم بتمنعهم الترشيح قضية ايوة عندهم قضية اسمع قضية القصور الرئاسية جمال وعلاء او وسوزان السيدة سوزان مبارك اتهم في قضية تبديد اموال البلد فقضية اسمع قضية القصور الرئاسية جددوا مجموعة قصور او حاجة كده وبعد صورت يناير القضية دي طلعت وهب تطسوا احكام طب علاء و جمال فين؟ موجودين طب معهم قاعدين في القصور دي؟ لا طب القصور دي بإسمع علاء و جمال؟ لا دي قصور رجعت للبلد تاني يعني ما خدوهاش معاهم؟ لا والله ما خدوها معاهم يعني الاموال اللي جددوا بيها الاصور دي التجديد دي تبعنا احنا؟ او والله العظيم تبعنا يا راجل او والله زي بيقولك كده علاء و جمال وسوزان اتهموا في قضية تجديد وتبديد اموال في تجديد اصور رئاسية هب جات صورة يناير القضية طلعت خدوا احكام دلوقتي هم قاعدين في البيوت في بيوتهم والاصور دي مع مين؟ معنا احنا طب التجديد دي احنا استفدنا منه اه طب بنفس المنطق ده ممكن جمال وعلاء يقول الاصور دي ما كانتش لينا مش كده ولا ايه مش يقدر يطلع جمال دلوقتي يقولك اه جددنا جددنا اصور رئاسية هي الاصور دي باسمنا دي المصر ممكن يطلع يقوله كده لان الاصور لا باسمهم دلوقتي ولا حاجة دي بتاعت مصر طب هم خدوا كم حكم في القضية دي او الحكم كان ايه ارجعك كده اول حكم نهائي بسجن مبارك ونجليه ثلاث سنوات في قضية القصور الرئاسية ومصدر لا يجوز الطعن عليها وتعتبر جريمة مخلة بالشرف تمنعهم من المشاركة السياسية ويؤكد المصدر يمنع تشييع يمنع تشييع الرئيس الاصبخ حالة وفاته بجنازة عسكرية السبت 9 يناير 2016 أصدرت محكمة النقد السبت اليوم السبت حكمة نهائيا وباتا بتأييد معاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد ثلاث سنوات وذلك لإدانتهم بالاستلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية قلت كام يا ولا ضيّعوا علاء وجمال ومبارك ضيّعوا 125 مليون جنيه مش دولار على تجديد القصور الرئاسية طيب السيسي بانا القصور دي بكام بقى محدش يعرأ قيل أن الطابق الواحد فأصل العالمين يتكلف مليار جنيه من 125 مليون إحنا بنحاكم جمال وعلاء وابوهم وحبسناهم ثلاث سنين عشان بددهم 125 مليون على أسور لا باسمهم ولا بتاعتهم فينك يا أحمد يا موسى مع علاء وجمال يطلعوا يقولوا كده يقدروا يطلعوا يقولوا يا الأسور دي لنا دي المصر الغريب أنهم طلبوا التصالح في القضية وتزديد الفلوس لكن الطلب ترفض أهو رفض طلب مبارك ونجليه بالتصالح في قضية القصور الرئيسية يعني يا جماعة هنتفع لكم فلوس مش 125 مليون هنتفع لكم يبقى أنتوا كده اتجدد الأسور على حساب نحن ومصر هي اللي خدتها لا إحنا دلوقتي بقى عندنا واحد بيبني أسور بمليارات ويغبط مليارات مش ملايين مش 125 مليون ده مليارات ومحدش عارف يكلمه ويطلع يقولك هي الأسور دي لية ده بيسمه مصر ويطلع أحمد موسى يقولك مفيش أسور بإسم الرئيس مبارك تموه مفيش الرئيس أو عم فتاح السيسي تموه مفيش أسور بإسم جمال مبارك ومفيش أسور بإسم علاء مبارك ومفيش أسور بإسم مبارك شخصية وكل اللي تكلفوه كل اللي تكلفوه 125 مليون 125 مليون شكرا